تلميذ التاسعة الساسي مرحبا بكم أنا اسمي الصادق الجربي أستاذ رياضيات باش نواصل معاكم المحور اللي بديتوه مع زميلي سعبد الرفيع الهدار هو محور المعادلات من الدرجة الأولى ذات مجهول واحد بطبيعة تعرفتم معاه إلى مفهوم حل معادلة من الدرجة الأولى أو حل المعادلة في المطلق ثم أيضا تعرفتم على ما معنى معادلة من الدرجة الأولى ذات مجهول واحد وتدربتم معه على حل هذه الأنواع من المعادلات ثم بطبيعة أعطاكم وكلفكم باش تنجوا تمرين منزلي إن شاء الله تكونوا اخدمتوه الحصة معايا مش تبدأ بإصلاح هذا التمرين إذن نبدأ نص التمرين يقول بيّن أن 2 إلا جذر 3 في جذر 3 مع 5 يساوي إلا 3 جذر 3 مع 7 نمر إلى الإصلاح إذن 2 إلا جذر 3 في جذر 3 مع 5 يساوي بطبع هنا سننشر القوس الأول على القوس الثاني سنقوم حذاري من العلامات سنقرأ مع بعض الجذيات المتحصل عليها ونحسبها أيضا في نفس الوقت إذن 2 في جذر 3 نتحصل على 2 جذر 3 مع 2 في 5 مع 10 إلا جذر 3 في جذر 3 إلا 3 ثم أخيرا إلا جذر 3 في 5 هنا العلامات مختلفة إذن إلا جذر 3 في 5 5 جذر 3 الآن سنقوم بتجميع الحدود المتشابهة الآن 2 جذر 3 إلا 5 جذر 3 العام المشترك هنا جذر 3 إذن 2 إلا 5 بين قوسين الحاصل هو إلا 3 ضرب جذر 3 مع 10 إلا 3 مع 7 نكون هكذا قد توصلنا إلى إجابة عن هذا السؤال سنحل هذه المعادلة أولا بالطريقة التي تعلمتها معه وذلك عبر تجميع الحدود المجهولة في طرف والحدود المعلومة في الطرف الآخر هذا الجزء الأول من السؤال الجزء الثاني بالطبع يجب أن يكون الحل عدد صحيح نسبي نمر إلى حل المعادلة سنضيف إلى الحدين 5x للحصول على جذر 3 تربع ثلاثة في إيكس مع خمسة في إيكس يساوي 6 جذر تربع ثلاثة إلا 14 على 2 إلا جذر تربع ثلاثة بالطبع هنا عندما يقول التمرين استنتج يعني السؤال الأول ذو أهمية في الإجابة عن هذا السؤال إذن سنرى ما علاقة السؤال الأول بالسؤال الثاني إذن نلاحظ أن بسط هذه الكتابة 6 جذر ثلاثة إلا 14 لو علاقة بالعدد إلا 3 جذر ثلاثة مع 7 يكفي أن نلاحظ أن هناك عدد نضربه في إلا 3 جذر ثلاثة مع 7 للحصول على 6 جذر ثلاثة إلا 14 أعتقد أنكم عرفتوه وهو ناقص 2 إذن العامل المشترك هنا إيكس نضع إيكس كعامل مشترك وبقية العوامل بين قوسي جذر ثلاثة مع خمسة هنا سنستخرج في بسط هذه الكتابة العدد إلا 2 كعامل مشترك إذن إلا 2 في ما هو العدد اللي نضربه في إلا 2 للحصول على 6 جذر ثلاثة هو إلا 3 جذر ثلاثة نتحقق إلا 2 في إلا 3 جذر ثلاثة هي 6 جذر ثلاثة ثم ما هو العدد اللي نضربه في إلا 2 للحصول على إلا 14 بالطبع هنا مع 7 على 2 إلا جذر 3 هذه الكتابة تحصلتم عليها مع زميلي شكلها A في X يساوي B بالطبع A هو عدد مخالف للصفر إذن هذه المعادلة لحل وحيد وهو B على A كما تعرضتم إليه سابقا يعني X يساوي B على A هذه هي A هذه هي A وكل هذه الكتابة هي B B على A أو B في 1 على A نفس الشيء سنكتبها بالطريقة الثانية لكي يتسنى لنا اختزالها الآن سنستغل السؤال الأول تعويض إلا 3 جذر 3 مع 7 بالجذاء 2 إلا جذر 3 في جذر 3 مع 5 أعتقد أنكم لاحظتم هذا إذن سنعوذ هذه العبارة بهذه الكتابة ولا ننسى علامة إلا والعدد 2 إلا 2 في 2 إلا جذر 3 في جذر 3 مع 5 قلنا في مقلوب A في مقلوب A يعني في 1 على A إذن هنا جذر 3 مع 5 نمر إلى الاختزال نلاحظ أن هذه الكتابة في البسط جذاء وفي المقام جذاء إذن يمكن اختزال العوام المشتركة بين هذين بين البسط والمقام جذر 3 مع 5 متكرر في البسط والمقام أيضا 2 إلا جذر 3 متكرر في البسط والمقام يمكن اختزالهما إذن يعني X تساوي إلا 2 بالطبع إلا 2 هو عدد صحيح نسبي أرجو أن تكون الإجابة واضحة نواصل المحور نخدم معكم اليوم المسائل التي يقول حلها إلى حل معادلة من الدرجة الأولى ذات مجهول واحد الحصة الثانية العنوان مسائل يقول حلها إلى حل معادلة من الدرجة الأولى ذات مجهول واحد في R المسألة الأولى وزع أب مبلغا من المال على أبلائه الثلاثة كما يلي الأول خمسي المبلغ الثاني 20 دينار الثالث ربع مجموع منابي الأول والثاني نضع X المبلغ الذي وزعه الأب على أبنائه السؤال الأول أوجد بدلالة X أي استعمل الحرف X للتعبير عن مناب الأول وكذلك مناب الثلاث ناخد شوية وقت للتفكير نمر إلى الأسلحة نرى جيدا في تعبير X هو المبلغ الذي يملكه الأب هنا هذا المبلغ الذي يملكه الأب أعطى للأول خمسيه إذا كان المبلغ الذي يملكه الأب عبرنا عنه بX فما هو مناب الأول أعتقد أنكم وجدتم الإجابة إذن مناب الأول خمسي المبلغ خمسي X أعيد الكتابة الخط غير واضح أعيد الكتابة الخط غير واضح أعيد الكتابة هناك مشكلة مع القلم نمر إلى مناب الثالث ماذا قال عنا؟ مناب الثالث نعود إلى نص المسألة ربع أي واحد على أربعة مجموع أي سنقوم بعملية جمع من سنجمع؟ منابي الأول وثاني أعتقد أن نص واضح نبر إلى التعبير عن مناب الأبن الثالث بدلالة X مناب الثالث ربع يعني واحد على أربعة بالطبع ربع مجموع يجب استعمل الأقواص هنا لنسا سنجمع مناب الأول والثاني الأول عبر علىه بدلالة X وهو 2 على 5 في X مجموع يعني مع الثاني 20 دينار يمكن اختصار هذه الكتابة وذلك بتوزيع العدد ربع على القوس نحاولوا مبعضنا نقرأ الجذائيات المتحصل عليها بعد النشر العملية الأولى 1 على 4 في 2 على 5 في X اختزال 2 و 4 نتحصل 1 على 10 أحسنتم 1 على 10 في X معا 1 على 4 في 20 20 على 4 5 نمر إلى السؤال الموالي استنتج المعادلة التي يحققها X بالطبع هنا علينا نقرأ النص بشكل جيد قلنا في بداية المسألة أن الأب يملك مبلغا سميناه X وقع توزيعه على أبنائه الثلاثة الأول خمسي المبلغ والثاني 20 دينار والثالث ربع مجموع الأول والثاني إذن هذا المبلغ X يحقق المعادلة التالية X يساوي 2 على 5 X هذا المناب الأول مع 1 على 10 X مع 5 هذا المناب الثاني مع 20 مناب الثالث ومع 20 دينار هو مناب الثاني بالطبع كان بالإمكان هنا أن نضع أقواس بما أنها هي عملية جمع فعملية الجمع هي عملية تبديلية وتجمعية يمكن أن نستغنية عن الأقواس الآن نحاول أن نختصر الطرف الأيمن لهذه المعادلة نلاحظ أن X هنا عامل مشترك وهو محدان متشابهان نوحد المقامات هنا X ضارب 2 على 5 يمكن أن يصبح X ضارب 4 على 10 وذلك بضرب بس والمقام في 2 4 على 10 مع 1 على 10 هي 5 على 10 لا ننسى العامل المشترك X مع 5 مع 20 يساوي 25 هنا لا ننسى الطرف الأول وهذا هما المعادلة الآن نواصل حل هذه المعادلة كما تعلمتم كما قلت في السابق مع زميلي يقع تجميع الحدود المجهولة في طرف والحدود المعلومة في الطرف الآخر وذلك بإضافة العدد الذي يقابل 5 على 10 X إلى الطرفين نتحصل على المعادلة التالية X إلى 5 على 10 X يساوي 25 X ضارب إلى 5 على 10 هنا X ضارب 1 نستخرج X كعامل مشترك يمكن أن نعوض X ب10 على 10 ومواصلة الحساب إلا 5 على 10 أو تعويض X ب2 على 2 واختزال الكسر 15 على 10 ب1 على 2 إذن الطريقة الثانية أسرع 2 على 2 هي 1 و15 على 10 هي 1 على 2 الطرف الأيمن يبقى 25 يعني 2 على 2 إلا 1 على 2 بالطبع هي 1 على 2 يساوي 25 الشكل الذي تعلمتموه A في X يساوي B A هنا هي نصف وB هي 25 الحل هو B على A أو B في مقلوب A A هي نصف مقلوب نصف هو 2 إذن X هي 25 في 2 أو 25 على نصف أي 25 الأسهلية 25 في 2 يساوي 50 ماذا يعني هذا؟ نعود إلى النص X هي المبلغ الذي وزعه الأب على أبنائه أي يملك الأب 50 دينارا نعود إلى النص الأول خمسي المبلغ إذن ما هو مناب الأول؟ باعتبار أن X هي 50 مناب الأول 2 على 5 في X أي 2 على 5 في 50 بعد الإختزال 50 على 5 هي 10 10 ضرب 2 هي 20 مناب الثالث عبرنا عنه بدلالة X هو 10 في X مع 5 علما أن X 50 دينار إذن 1 على 10 ضرب 50 مع 5 نحسب حساب ذهني 50 على 10 هو 5 5 مع 5 10 هذا هو مناب الثالث بالطبع بالعودة إلى نص المسئلة يمكن أن نتحقق من أن الحلول التي وجدناها هي حلول جيدة يملك الأب مبلغا قدره 50 دينار مناب الأول 20 دينار مناب الثاني 20 دينار مناب الثالث 10 دينار لنتحقق المجموع 20 مع 20 مع 10 يساوي 50 أعتقد أن الحل واضح إذن نلاحظوا هنا السؤال الثالث سننتج مناب الأول والأبل الثالث أجبنا عنه هذا السؤال سنمر مع بعض إلى المسألة الموالية مسألة 2 A عدد حقيقي موجب و A B C مثلث قائم الزاوية في A حيث A B يساوي الجدر التربعي لA و B C يساوي الجدر التربعي لثلاثة في A مع واحد و A C يساوي الجدر التربعي لخمسة أوجد البعدين A B و A C نأخذ حيثا من الزمن للتفكير نمر إلى الأصلاح نبدأ أولا برسم بياني لهذه المسألة لدينا مثلث قائم في A A B قيسه الجدر التربعي لA B C قيسه الجدر التربعي لثلاثة في A مع واحد و A C يساوي الجدر التربعي لخمسة إذن في ماذا يذكركم المثلث القائم؟ أكيد أحسنتم أكيد نظرية بيتاغور هنا لنطبق نظرية بيتاغور على هذا المثلث سنتحصل على معادلة يحققها العدد الحقيقي الموجب A A B C مثلث قائم في A حسب نظرية بيتاغور الوتر قوة 2 يعني B C قوة 2 يساوي مجموع مربعين الضلعين القائمين A B قوة 2 مع A C قوة 2 هذه المعادلة سنعود إلى تعويذ كل من B C و A B و A C بالأبعاد المذكورة في المسألة هذا يعني أن العدد A المجهول يحقق المعادلة التالية عندما نقول B C قوة 2 فالمقصود به جذر تربعي 3 A مع 1 قوة 2 مع A B قوة 2 يعني الجذر تربعي لـ A قوة 2 مع جذر تربعي لـ 5 قوة 2 جذر تربعي لـ 5 قوة 2 أي A C قوة 2 يعني 3 A مع 1 يساوي A مع 5 مرة أخرى تعتريضنا معادلة من الدرجة الأولى يكفي أن نجمع الحدود المجهولة في طرف والحدود المعلومة في الطرف الآخر إذن سنضيف ناقص A إلى طرفي هذه المعادلة ماذا نتحصل؟ نتحصل 3 A ناقص 2 A ناقص A مع 1 يساوي A مع 5 إلا A 5 يعني 3 في A إلا A هنا A ضارب 1 العام المشارك هو A والضوارب 3 إلا 1 3 إلا 1 يساوي 2 2 A 2 A مع 1 إلا 1 5 الآن سأضيف ناقص 1 للطرفين لتخلص من الحد المعلوم في الطرف الأيسر 2 في A مع 1 إلا 1 يعني 2 2 في A 2 في A يساوي 5 إلا 1 5 إلا 1 يعني 2 في A 2 في A يساوي 4 أعتقد الآن واضحة هذه المعادلة شكلها A في X يساوي B الحل هو B على A سهلة A تساوي 4 على 2 أي 2 هذا الحل هو عدد حقيقي موجب للتحقق دائما علينا أن نعود إلى شروط المسألة للتحقق من أن الحل الذي وجدناه في المعادلة يتماشى مع شروط المسألة الآن المطلوب منه ليس البحث عن A بل حساب البعدين A B و A C نعلم أن البعد A B هو الجذر التربيعي ل A ما علينا إلا تعويذ A بقيمته في هذه العبارة A B تساوي الجذر التربيعي ل A يعني الجذر التربيعي ل 2 إلا إذن و B C يساوي الجذر التربيعي ل 3 في A مع 1 يعني الجذر التربيعي ل 3 في 2 مع 1 يساوي الجذر التربيعي 3 في 2 6 أولوي للضرب بالطبع مع 1 7 أعتقد أن الإجابة واضحة أرجو ذلك سنمر الآن إلى المسألة الموالية مسألة 3 وحدة قيس الطول هي السنتيمتر في الشكل المقابل A B C مثلث قائم الزاوية في A حيث A B يساوي 2 جذر 2 و A C يساوي 2 دلتا الموسط العمودي للقطعة B C يقطع الظلع A B في النقطة E نضع A E يساوي Y السؤال الأول أوجد C E قوة 2 بدلالة E نأخذ حيثا من الزمن للتفكير نواصل نواصل أوجد C E قوة 2 بدلالة E نمر إلى الشكل ونحدد الأبعاد التي وردت في نص المسألة هذا المثلث A B C قائم الزاوية في A نضع رمز التعامد A B قائم الزاوية في السنتيمتر 2 جذر 4 2 هذه المسافة هذا البعد 2 جذر 4 2 A C 2 دلتا الموسط العمودي لبسي يقطع A B في E نضع A E يساوي Y إذن هذه Y السؤال أوجد C E قوة 2 بدلالة Y ها هو البعد C E ملاحظ جيدا أنه وتر لمثلث قائم ما هو هذا المثلث أحسنتم E A C هذا المثلث قائم الزاوية إذن يمكن أن نطبق عليه نظرية بيتاغور بالطبع البعد E C هو الوتر أي البعد E C قوة 2 هو البعد A E قوة 2 مع البعد A C قوة 2 نحرر الإجابة هذه الزاوية القائمة هي مأتها المثلث A B C لكن نعلم أن E هو أحد نقاط A B بمعنى يمكن اعتبار أن المثلث E A C مثلث قائم لأن E هي تنتمي إلى الظلع A B سنكتب ذلك A B C مثلث قائم في A و E تنتمي إلى الظلع A B إذن المثلث A C هو أيضا قائم الزاوية في A حسب نظرية بيتاغور لنا العلاقة القياسية التالية A C قوة 2 يساوي A قوة 2 أو A قوة 2 مع A C قوة 2 نعوذ نعوذ كل بعض بدلالة Y والبعض المطلوب هو C قوة 2 البعض المعبر عنه بدلالة A لكن A C قيسها 2 وبالتالي يمكن حسابها هذا يدل أن C قوة 2 يساوي A قوة 2 نعوذ A ب Y مع A C قوة 2 قلنا A C هي 2 و2 قوة 2 هو 4 إذن هذه C قوة 2 بدلالة Y نعود إلى المسألة السؤال الموالي استنتج مساحة المثلث C B إذن سأذكر ب C قوة 2 بدلالة Y هي Y قوة 2 مع 4 المطلوب مننا حساب مساحة مثلث نحكوذ حيزا من الزمن هذا السؤال يتطلب كثيرا من التركيز موسيقى السؤال السؤال الثاني استنتج مساحة المثلث C B بالطبع بالطبع نعود إلى المعلومات الواردة في نص المسألة قلنا ABC هو مثلث القائم الزاوية في A هذا التعامد يمكن اعتباره بين المستقيم AC والمستقيم AB وبما أن E تنتمي إلى AB فهو تعامد بين المستقيمين EC وAB في النقطة A ماذا يدل هذا يدل على أن AC هي ارتفاع للمثلث بأس ويوافق القاعدة بأ بالطبع لحساب المثلث مساحة المثلث يجب أن يكون لدينا قيس الارتفاع وقيس القاعدة التي توافقه نعود إلى المعطيات AB نعلمها تساوي 2 جذر 2 AC تساوي 2 E نقطة من AB وAE يساوي Y هذا يمكننا من معرفة البعض بأ بأ تساوي بأ إلا أ أي 2 جذر 2 إلا Y الآن أكيد هناك معلومة هامة تمكننا من استخراج معادلة في هذه المسألة المعلومة دلتا هي الموسط العمودي لبسي هي أهم معلومة في هذا السؤال تعلمون جيدا تلميذي الأعزاء أن هذه المعلومة أو هذه الخاصية درسمها في السابع الأساسي أكيد بماذا تتميز لقاط الموسط العمودي لقطعة أحسنتم بكوني لها نفس البعد عن طرفيها ما هي النقطة التي سنستعملها في الدلتا هي النقطة E دلتا الموسط العمودي لبسي و E نقطة من دلتا نمر إلى التحرير لأنها تنتمي إلى دلتا و دلتا الموسط العمودي للقطعة بسي هذا يعني أن E ب يساوي أسي بالطبع الأبعاد هي أعداد موجبة يمكن أن نتحصل على المعادلة التالية E سي قوة 2 يساوي E ب قوة 2 إذن E سي قوة 2 نذكر بها تساوي Y قوة 2 مع 4 و E ب فسرناها على الرسم تساوي 2 جذر 2 إلا Y يعني أن Y يحقق المعادلة التالية إذن نذكر أننا وجدنا C E قوة 2 بدللة Y وهي Y قوة 2 مع 4 هذا يعني أن Y قوة 2 مع 4 يساوي E B قوة 2 وهي 2 جذر 2 إلا Y قوة 2 2 جذر 2 إلا Y قوة 2 الآن أعزائي التلاميذ بماذا تذكركم هذه الكتابة أحسنتم الجذاءات المعتبرة شكلها X إلا Y قوة 2 نذكر بسرعة شكل هذا الجذاء هو X قوة 2 مع Y قوة 2 إلا 2 في X في Y نواصل يعني Y قوة 2 مع 4 تساوي 2 في جذر 2 قوة 2 أي 8 2 هذه هي A قوة 2 أي 8 أعتبرنا أعتبرنا A قوة مع Y قوة 2 إلا 2 في A في Y يعني 2 في 2 جذر 2 في Y يعني يعني قبرنا نمر نلاحظ أن في الطرف الأيسر لهذه المعادلة هناك الحد Y و2 وأيضا نفس الحد موجود في الطرف الأيمن مع Y و2 مع Y و2 بطرح Y و2 من كليهما تصبح المعادلة كالتالي يعني هنا يبقى لدينا 4 هنا يبقى لدينا 8 إلا 2 في 2 في جذر 2 في Y يعني 8 إلا 4 جذر 2 Y ماذا بقي الآن أن نكتب هذه المعادلة بالشكل المعهود A في Y يساوي B ما علينا إلا نتخلص من 8 لتجميع كالعادة قلنا تجميع الحدود المجهولة في طرف والحدود المعلومة في الطرف الآخر إذن سنطرح 8 من هذا الطرف و8 من هذا الطرف سنتحصل على المعادلة التالية 4 إلا 8 ناقص 4 يساوي ناقص 4 في جذر 2 في Y الشكل المعهود Y يساوي إلا 4 على 4 في جذر 2 إلا 4 على 4 في جذر 2 لاحظوا إلا 4 موجود في البسط والمقام إذن يمكن اختزاله 1 على جذر التربع 2 بالطبع تعرضتم إلى هذه الوضعية مع زميلي في الحسة الفارطة يمكن يمكن ضرب البسط والمقام في جذر 2 1 في جذر 2 جذر 2 وجذر 2 في جذر 2 يساوي 2 أي Y يساوي الجذر التربعي لـ 2 على 2 واضح سنمر المطلوب منه هو حساب مساحة المثلث C أبي نمر إلى صفحة أخرى أعيد رسم هنا أذكركم بالرسم A B C ودلتا الموسط العمود لبس والنقطة هنا أ يذكر هنا أبي 2 وأ وأ هي Y الذي وجدناه جذر 2 على 2 وهذه 2 جذر 2 المطلوب منه هو حساب مساحة مثلث C أبي قلنا في السابق أن أبي يتعامد مع أسي في النقطة A ماذا يدل هذا أبي وأسي مستقيمان متعامدان في النقطة A يعني أو إذن أبي ارتفاع المثلث C أو بي أبي أو بي موافق للقاعدة C أو بالطبع الارتفاع وخارج المثلث ذكرت سلفا لأن هناك زاوية منفرجة بقي بقي الآن بقي الآن حساب المساحة إذن مساحة المثلث أو قيس مساحة المثلث C E E B وحدة قيس الطول ذكرها في المسألة هي السنتيمتر أي الوحدة هنا المعتمدة هي السنتيمتر المربع لنسمي هذه المساحة S S يساوي A B هنا هو الارتفاع ضارب القاعدة التي توافقه C E على 2 A B قيس ها 2 في C E قلنا هي قيس ها كانت تذكر هذه 2 جدر 2 إلى Y بمعنى 2 جدر 2 إلى جدر 2 على 2 ثم سنواصل الحساب إذن 2 في C E وهي 2 جدر 2 إلى جدر 2 على 2 الكل على 2 هنا نلاحظ الاختزال يمكن اختزال 2 في البسط و2 في المقام نجد المساحة S تساوي 2 جدر 2 إلى جدر 2 على 2 بالطبع هنا يمكن مواصلة الحساب وذلك بتوحيد المقامات يمكن اعتبار هذا العدد مقامه واحد ونضرب البسط والمقام في العدد 2 للحصول على نفس المقام إذن 2 جدر 2 في 2 أي 4 جدر 2 1 في 2 على 2 إلا جدر 2 على 2 S تساوي 3 جدر 2 على 2 ولا ننسى الوحدة واضح أعتقد ذلك إذن تلميذي الأعزاء نكون كاملت معكم المسألة الثالثة وإن شاء الله في الحصة القادمة مع زميلي سعبد الرفيع الهدار يكمل معكم بقية المسأل نظرا لذيق الوقت كانت لدينا مسألة رابعة إذن سأعرض عليكم كعمل منزلي بطبع سأسلت عليكم المسألة معكم إلا تأخذوا ورقة وقلم وتنقلوا هذه المسألة وإن شاء الله في الحصة القادمة ستقوموا بإصلاحها مع زميلي مسألة عدد 4 وحدة قيس الطول هي السنتيبتر يمثل الرسم المقابل رباعي أضلع A B C D طائم في B و C حيث A B يساوي 4 جدر 2 وD C يساوي 6 جدر 2 وD B يساوي 5 في X إلا 1 حيث X عدد حقيقي أكبر من 1 DB و A C يتقطعان في O كبير يوضيحه الشكل أمامكم السؤال الأول بين أن O D على O B يساوي 3 على 2 السؤال الثاني استنتج أن O D تكتب بدلالة X بالشكل 3 في X إلا 3 على 5 السؤال الأخير السؤال الأخير استنتج قيمة X في حالة O D C مثلث قائم الزاوية ومتقايص بالعين في O عزائي التلاميذ أكون هكذا قد أنهيت معكم الحصة الثانية المنوطة بعهدتي إن شاء الله تكونوا استفدتم في انتظار أني ألقاكم في حصص قادمة أتمنى أن تكونوا في صحفة وعافية إلى اللقاء اشتركوا في القناة